في جميع الفيديوهات السابقة كنا نتحدث عن التهجين في ذرة الكربون فقط أما الآن فسنعرج على التهجين لبعض الذرات المختلفة الأخرى طبعاً لمعرفة التهجين أي ذرة يجب أن نكون قادرين أولاً على إيجاد عدد استيريك أو ما يسمى باستيريك النمبر هذا عدد استيريك كما ترون هو ناتج مجموعة عدد روابط سيجما للذرة نمبر سيجما بونتز وعدد زواج الإلكترونات الغير رابطة لديها نمبر اوف لون بيرز اوف إلكترونز طبعاً من عدد استيريك كما ترون يخبرنا عن نوع التهجين للذرة نمبر اوف هايبردايز اوربيتالز وأيضاً يخبرنا عن الشكل الهندسي للجزء اذا كان عدد استيريك يساوي أربع على سبيل المثال فهذا يعني أن لدينا أربع مدارات مهجنة في الفيديو المتعلق بتهجين الاس بي ثري شاهدنا أنه حتى نحصل على أربع مدارات مهجنة يجب أن نأخذ مدار اس وثلاثة مدارات من بي ونقوم بتهجينها فنحصل على أربع مدارات اس بي ثري مهجنة لذا عندما يكون عدد استيريك يساوي أربع سيكون تهجين الذرة هو من النوع اس بي ثري وإذا نظرنا لجزء المثال هذا ورسمنا الكربون هيا حركوا أدمغتكم ونحسب عدد استيريك هنا لهذا الكربون سيكون عدد استيريك يساوي عدد روابط سيجما حول الكربون وهي هنا واحد اثنان ثلاثة أربعة إذن أربع روابط سيجما زائد عدد أزواج الإلكترونات الغير رابطة حول هذا الكربون وفي هذه الحالة هي صفر حسنا أربعة زائد صفر ويساوي أربعة إذن عدد استيريك هنا هو أربعة ونوع التهجين سيكون من النوع اس بي ثري ومن ناحية هندسية بما أن الكربون هنا مهجن اس بي ثري هذه الإلكترونات بالأزرق ستتنافر وتتباعد قدر الإمكان عن بعضها البعض طبعا بناء على نظرية فيزبر كما تعلمون بما أن جميع الإلكترونات شحنتها سالبة إذن ستتنافر وتعطينا هذا الشكل أعتقد أنكم رأيتم هذا الشكل من قبل نعم طبعا نسمي هذا الشكل الهندسي رباعي السطوح أو بتترا هيدرال وذكرنا هذا في مثلة أخرى أو في فيديوهات سابقة كما تعلمون أنه زوايا طبعا مئة وتسع ونصف درجة هكذا لنرى الجزي هنا وهو الأمونيوم كما تعلمون ما هو تهجين نيتروجين فيه لنبدأ بعدد استيريك طبعا لمعرفة ذلك يجب علينا حساب عدد استيريك عدد استيريك هنا لنعد روابط سيجما حول النيتروجين وهي واحد اثنان ثلاثة ثلاث روابط سيجما حول النيتروجين ورابط آسف وزوج من الإلكترونات الغير رابطة إذن ثلاث زائد واحد والجواب هو أربعة إذن عدد استيريك أربع يعني يلزمنا أربع مدارات مهجنة إذن تهجين النيتروجين هو أس بي ثري نعم في هذه الحالة وعند رسم جزي الأمونيوم بشكله الهندسي لدينا النيتروجين هنا ولدينا ذرات الهيدروجين تنزل منه للأسفل وأيضا لدينا زوج الإلكترونات الغير رابطة في الأعلى هنا إذن لدينا هذا الشكل الهندسي وهو يشبه كثيرا شكل جزي الميثان إلى أنه بدلا من الرابطة الرابعة فيه يوجد زوج من الإلكترونات الغير رابطة طبعا وبسبب الإلكترونات الغير رابطة هذه سيكون التنافر أكثر قليلا مما هو في جزي الميثان لذا ستضغط على الروابط وهذا سيؤثر على مقدار زاوية الرابطة لذلك لم تكون 109.5 درجة ستكون أقل من ذلك وستكون 107 درجة تقريبا ولتحديد الشكل الهندسي لهذا الجزي مثل ما علمنا نتجاهل زوج الإلكترونات الغير رابطة إذا قمنا بهذا سنرى شكل كالهرم وهذا يسمى هرم ثلاثي القاعدة أو بما يعرف بالترايجونال بيراميدال إذن يبدو كالهرم هذا إذا تجاهلنا زوج الإلكترونات ما رأيكم بمثال آخر لننظر إلى جزي الماء الآن ونرى التهجين في ذرة الأكسجين طبعا سنحسب أولا عدد استريك عدد استريك هنا عدد رابط سيجما لدينا رابطتين في هذا المثال إثنان وزوجين من الإلكترونات الغير رابطة إذن إثنان زائد إثنان ويساوي أربعة نعم وهذا يعني أن تهجين الأكسجين هو من نوع الـ SP3 الآن زوجي الإلكترونات الغير رابطة كل منها يحتل مدار SP3 كاملا كما نرى من شكل جزي الماء هنا وبما أنه لدينا هنا زوجين إذن سيكون مقدار التنافر هنا أكثر مما رأيناه في المثال السابق عندما تحدثنا عن جزي الأمونيوم الذي كان لديه زوجي الإلكترونات أو زوجي من الإلكترونات الغير رابطة واحد فقط هنا زوجي من الإلكترونات الغير رابطة إذن الزاوية هنا لن تكون 109.5 درجة أو 107 بل أقل من ذلك ستكون 105 درجة لنتحدث عن الشكل الهندسي لأي جزي أو أيون أزواج الإلكترونات الغير رابطة يجب أن نتجاهلها لنرسم جزي الماء ونركز على الرابط فقط طبعا أقرب ما يمكن وصف شكل جزي الماء بهذا الشكل وهو الشكل المنحني أو ما يسمى Pint إذن الشكل الهندسي للماء هو منحني لنأخذ مثالا الآن بحيث يكون فيها عدد استريك يساوي ثلاث نعم إذا كان عدد استريك يساوي ثلاث هذا يعني أنه لدينا ثلاث مدارات مهجنة فقط وفي الفيديو عن التهجين الـ SB2 شاهدنا كيفية عمل ثلاث مدارات مهجنة نأخذ مدار S ومدارين من B حيث يتم تهجينها لنحصل على ثلاث مدارات فقط من الـ SB2 إذن لننظر إلى جزي الإثيلين هنا أو الإثين شاهدنا هذا الجزي في الفيديو عن التهجين SB2 دعونا نحسب الآن عدد استريك للكربون على اليمين طبعا هذا استريك يساوي عدد روابط سيجما زائد عدد أزواج الإلكترونات الغير الرابطة كما قلنا ونرى هنا رابطة سيجما في إنتاء إثنتان ورابطتين هنا من هذه الرابطتين يوجد فقط رابطة سيجما واحدة إذن ثلاث روابط سيجما حول الكربون ولا يوجد أي من الأزواج الإلكترونات الغير رابطة حوله إذن ثلاثة زائد صفر يساوي ثلاثة وهذا يعني أن التهجين على ذرة الكربون هذه هو من نوع الـ SB2 وإذا أردنا رسم صورة والشكل الهندسي لجزي الإثين تهجين هو SB2 كما ذكرنا نعم إذن نرسم روابط سيجما المشكلة من هذه المدارات SB2 نعم بهذا الشكل والتي ناقشناها في الفيديوهات السابقة بما أن التهجين هنا SB2 إذن هناك مدار B غير مهجن يمكن أن نرسمه بهذا الشكل على كل ذرة من ذرات الكربون طبعا التداخل جنبل إلى جنب يشكل رابطة B أحسنتم التي نراها هنا من الصيغة البنائية على اليسار وعند التفكير في الشكل الهندسي لذرات الكربون هذه المهجنة من نوع التهجين SB2 نأخذ ذرة على اليمين مثلا هذه الزوايا بين الروابط يجب أن تكون 120 درجة لأنها ثلاث زوايا إذن اقسم 360 على 3 الجواب 120 وهذا يعني أو لتوضيح سأرسم هذا المستوى هنا طبعا وسيكون كلا مداري B متداخل ويسمى هذا الشكل الهندسي ينكتب هذا Trigonal Planner أو Planner إذن الزوايا بين الروابط ذرة الكربون هي 120 درجة الجزائي تقع على نفس المستوى إذن الذرات جميعها تقع على نفس المستوى ولكن المدارات في الأعلى هذا الجزائي تعلمون أن كل زاوية تشكل ذرة كربون وكل ذرة كربون لديها ذرة هيدروجين لنجد تهجين ذرة النيتروجين في جزائي البردين إذن سنحسب عدد استيريك لهذا النيتروجين لنحسب عدد روابط سيجما هنا رابطة سيجما واحدة وهنا أيضا واحدة أخرى إذن إثمتان فقط والأخرى ستكون رابطة باي كما تعلمون إذن إثنان ولدينا زوج واحد من الإلكتروجين الغير رابطة إثنان إثنان زائد واحد يساوي ثلاث إذن عدد استيريك يساوي ثلاث وهذا يدل على أن تهجين النيتروجين هو من النوع SB2 نعم لأرسم هذا هنا تهجين النيتروجين هو SB2 كما ذكرنا إذن الرابط الأحادية تشكلت من المدارات المهجن SB2 للنيتروجين وهناك مدار آخر مهجن SB2 من النيتروجين ويحتوي على زوج واحد فقط من الإلكترونات الغير رابطة هذا الزوج يحتل المدار SB2 كاملا طبعا بمعنى تهجين النيتروجين هو SB2 فهذا يعني أن هناك أيضا مدار فارغ أو آسف غير مهجن من النوع B وإذا أردت حساب عدد استيريك لهذا الكربون يعني لما سيكون ثلاث كما في المثال السابق الكربون هنا هذا أيضا هو مهجن SB2 إذن دعونا نرسم الكربون هنا وبما أن تهجينه SB2 هذا يعني أن لديه مدار B وهكذا نحصل على رابطة باي بين النيتروجين وهذا الكربون نعم إذن الالكترونات في الأرجواني لا يشغلان مدار SB2 إنما يشغلان المدارات P الغير مهجنة المتداخلة ونأخذ المثال الأخير وليكن الإيثيلين دعوني فقط أتحدث عن الشكل الهندسي للنيتروجين في المثال السابق قبل ذلك طبعا إذا تجهن عدد أزواج الالكترونات الغير رابطة أو زوج الالكترونات هو هنا فقط زوج واحد إذن سيبدو هكذا وهذا يبدو منحني إذن يمكن القول أن هذا الشكل الهندسي هو منحني Pint كما ذكرنا طبعا كما تعلمنا من أمثلة السابقة فعند رسم الشكل الهندسي ما يهمنا هو نوع التهجين وأن لا نغي أزواج الالكترونات الغير رابطة أثناء عمليات الرسم للشكل الهندسي لأي جزي أو أي أيون نتحدث عنها الآن لنعود إلى المثال الأخير عدد استريك يساوي إثنان هذا يعني هناك مدارين مهجنين فقط يمكن عمل مدارين مهجنين مدار واحد من S ومدار واحد P لذا عندما يكون عدد استريك إثنان نتحدث عن ذرة مهجنة من النوع S P طبعا للتوضيح سأضع ذرات الكربون هنا وإذا كنا نريد حساب عدد استريك لهذه الذرة على اليمين عدد استريك يساوي عدد رابط سيجما واحد إثنان فقط من هذه الثلاث فقط رابطة سيجما واحدة انتبهوا والرابطتان البقيتان هما من نوع P إذن إثنان زائد صفر لا يوجد من أزواج الالكترونات الغير رابطة ويساوي إثنان هذا يعني هناك مدارين مهجنين إذن طبعا من المهجنين من النوع S P وهذا أيضا نوع التهجين لهذا الكربون هو S P كذلك وبالنسبة لزاوية الرابط هذا يعطينا خط مستقيم وهذا يعني أن الزاوية هذه 180 درجة فقط والشكل الهندسي يسمى شكل الهندسي خطي أو ما يسمى باللينيار طبعا وللتنويه فهذا الجزء يسمى الإيطاين وليس الإيثين كما ذكرته في بداية التحدث عنه ترجمة نانسي قنقر